بسم الله الرحمن الرحيم السادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم خمسون عاما لم تتوقف خلالها تروس مصانعنا عن الضوارهم خمسون عاما سيادة الرئيس وما زالت شركة النص للكيمويات الوسيطة ركيزة مصر الأساسية لخدمة القطاعات الصناعية والزراعية والطبية اعتمادا على الكفاءات والخبرات الوطنية في واحدة من أكبر وأقدم شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تأسست شركة النصر الكيميات الوسيطة عام 1972 ووصلت دورها الريادي عبر نهج تنموي مثالي أمكانه أن يحقق النقلة النوعية كنموذج للاقتصاد الإبداعي مع تولي سياداتكم المسؤولية عام 2014 وبموجب رؤية مصر الاستراتيجية 2030 تمكنت شركتنا من تاتشين 13 مصنعا جديدا داخل مجمعاتها الصناعية العملاقة في مناطق أبرواش والفيوم والسخنة وبذلك ارتفعت أعداد مصانع شركة النصر للكيمويات الوسيطة خلال ثماني أعوام من 26 إلى 39 مصنعا متخصصا في الصناعات الكيموية والأسمدة الفوسفاتية أمكانها تأمين حياة المصريين والوفاء باحتياجات السوق المصري من الكرور ومشتقاته لتوفير مياه شرب صحية وأمينة بكافة أنحاء الجمهورية والأسمدة الفوسفاتية بتعظيم قيمة خام الفوسفات بالإضافة إلى الغازات الطبية والصناعية وتصدير فعض الانتاج إلى دول العالم المختلفة وبهذه الانجازات شاركت صروحانا الانتاجية فيما تشهده مصر من نهضة زراعية وصناعية كما كانت بمثابة الحصن والسند حيال مجابهات تداعات الأزمات العالمية من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وإذا كانت شركتناها الأكبر من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط فيكفيها فخرا أن منتجاتها تغزو الآن خمسا وخمسون دولة حول العالم وهو إنجاز مكان يتحقق دون سياسة وعية وإرادة وطنية لنحو ستة آلاف من خيرة المهندسين والفنيين الذين يشكلون حجم العمالة المنتظمة داخل مصانع الشركة سيادة الرئيس إن في حياة الأمم أوقات لا تنسى وفي سجلات الشعوب سطورا لا تمحى وأسعد لحظات الأمر تلك التي نجني فيها ثمار تخطيط رسمناه وجهد بذلناه حتى نحقق ما نتطلع عليه من نهضة تنوية وفي وقت ترسي فيه أمتنا دعائم الجمهورية الجديدة نتشرف اليوم بحضور سياداتكم لمقر شركة النصر الكيميات الوسيطة بأبو رواش لافتتاح مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية هما الرابع والخامس بالإضافة إلى محطات توليد طاقة ثلاثية وقد جاء إنشاء هذه المصانع تنفيذاً لتوجهات سياداتكم لدعم المنظومة الصحية وتأمين احتياجات القطاع التببي والصناعي في جمهورية مصر العربية من غازات الأكسوجين والنيتروجين والأرجون وذلك تماشياً مع خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد وزيادة عدد المستشفيات ووضع السيناريوهات لمجابهة كافة الاحتمالات الصحية كأحد أهم الدروس المستفادة من أزمة كوفيد-19 وقريباً بإذن الله سيتم افتاح ستة مصانع الأسميدة الغازوتية بالعين السقنة والبدء الفعلي في إنشاء مصنع للكلور والصودة الكوية بأبو رواش السيد الرئيس ستظل خدمة الشعب المصري هي الغاية الاستراتيجية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وانطلاقاً من هذه الغاية تحددت جملة من الأهداف التي نجحنا مؤخراً وبتوجيهات سيداتكم من تنفيذها لتحقيق صالح المواطنين من بينها المساهمة في تحقيق أمنى الغزائي بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وبالكميات والأسعار المناسبة التي تلبي احتياجات المواطنين من خلال منافس السابتة والمتحركة استصلاح وزراعة آلاف الأفدنة بشرق اللوينات وتشكة والفرفرة وعيندال لواد الشيح بجنوب مصر إنشاء المزارع السماكية وتطوير البحيرات والمسطحات المائية وزيادة إنتاجيتها توفير البروتين الحيواني من خلال التوسع في إنشاء مزارع التسمين والحلاب خلق القيمة المضافة بتوفير الأسمدة ومبيدات الآفات الزراعية والكلور والشبة والأكسوجين والمبيدات الآمنة على الصحة والمطهرات وأخيرا إسهام الجهاز في المشروعات الإنشائية بمحقق مفهوم جودة حياة الإنسان المصري بوجب رؤية مصر التنموية 2030 سيادة الرئيس اسماحوا لي أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسيادتكم على دعمكم المتواصل واهتمامكم المتزايد لخدمة الوطن وأبنائهم من الشعب المصري العظيم كما أتقدم بالشكر القيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر وأنتاج هذه الفرصة لتقديم الشكر لرجال شركة النصر الكيمويات الوسيطة قيادة ومهندسين وفنيين وعمال على جهدهم العظيم من أجل إنجاح هذا الصرح العملاق وأحثهم على بزل كل الجهد لرفعة شأن شركتهم سيادة الرئيس في نهاية كلمته يود أن أؤكد بأنه سيبقى منهجنا دائما عمل جاد وتطوير مستمر جودة عالية ودقة متناهية ونعاهد الله ثم سيادتكم النبزر الغالي والنفيس لأجل أن تبقى صرحانا الانتاجية حاضرة في قلب المشهد التنموي للدولة المصرية ومثالا يحتزى به لنهضة صناعية وزرعية تليق بحجم آمال الأمة المصرية حفظكم الله سيادة الرئيس وسدد على طريق الحق خطاكم ودائما وأبدا تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا